الكلب والحمامة حكاية الكلب مع الحمامة تشهد للجنسين بالكرامة يقال كان الكلب ذات يوم بين الرياض غارقا في النوم فجاء من ورائه الثعبان منتفخا كأنه الشيطان وهم أن يغدر بالأمين فرقت الورقاء للمسكين ونزلت توا تغيث الكلب ونقرته نقرة فهبة فحمد الله على السلامة وحفظ الجميلة للحمامة إذ مر ما مر من الزمان ثم أتى المالك للبستان فسبق الكلب لتلك الشجرة لينذر التيرة كما قد أنذره واتخذ النبح له علامة ففهمت حديثه الحمامة وأقلعت في الحال للخلاص فسلمت من طائر الرصاص هذا هو المعروف يا أهل الفتن الناس بالناس ومن يعن يعن